بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في العاشر من رمضان العام الماضي 1432 للهجرة حضرنا حفل ولادة جمعية البركة للتنمية الاجتماعية جمعية البركة هدفها الرئيس التأهيل المهني والعلمي للمحتاجين لهذا التأهيل ومساعدة المحتاجين والأيتام ماديا ومعنويا تذكرون أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر جاءه سائل يسأله قال له النبي صلى الله عليه وسلم أما عندك في بيتك شيء؟ قال بلى يا رسول الله حلس وقعب حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه نجلس عليه وقعب نشرب فيه الماء قال ائتني بهما جاءه الرجل بهما في المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري هذا؟ من يشتري هذا؟ قال رجل أنا بدرهم قال رجل بدرهمين ما زاد أحد؟ قال بعتك باعه بالدرهمين قال للرجل الذي سأله قبل قليل قال خذ هذا الدرهم اشتري طعاما لأهلك وأولادك وهذا الدرهم اشتري به قدوما وأتني به فأس جاء الرجل مضى اشترى لأهله الطعام اشترى القدوم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم صنع له خشبة هذا القدوم ثم قال خذ وانضي إلى الجبل فاحتطب ثم منزل إلى السوق فبع ولا ترني وجهك أو ولا أراك إلا بعد أيام مضى الرجل وفعل ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم وبالفعل صارت عنده دراهم كثيرات اشترى بها طعاما واشترى بها حاجات لداره وجاء شاكرا للنبي صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير لك من أن تأتي المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة من هذا الأصل يا أيها الإخوة أنشأنا جمعية البركة للتأهيل والتدريب المهني والعلمي للمحتاجين لهذا التدريب رأت الجمعية عندما دخلت في التأهيل والتدريب أن عليها مهمة كبيرة ضمن مجالين اثنين إتقان المهنة وأخلاقيات المهنة من أجل تقديم المهنة المتقنة للمتدرب أو المتدربة اعتمدنا في الجمعية على مراكز تدريبية مشهود لها في البلد بالأداء الجيد وإتقان العمل والكفاءة العالية واعتمدنا أيضا على مدربين داخلين كانوا يدربوا عندنا في الجمعية لأن الجمعية قامت بتدريب داخلي وتدريب خارجي أيضا اعتمدنا على مدربين أكفاء فضلا عن تقييم مهني لهذا المتدرب الذي سيتلقى هذا التدريب هذا في ملف إتقان المهنة في ملف أخلاق المهنة الجمعية صنعت بكادر متخصص هيا الله تعالى مجموعة من الإخوة المتخصصين في أخلاقيات العمل أو في الموارد البشرية أو في الإدارة صنعوا لنا ملفا مهما في أخلاقيات العمل وصار هذا الملف بعد جهدين الحقيقة كبير قدمه هؤلاء الإخوة مشكورين صار جاهزا وقامت الجمعية بعمليات تدريبية داخل الجمعية وعمليات تدريبية خارج الجمعية أيضا في ملف أخلاقيات العمل بعد ستة أشهر من عمل الجمعية ظهرت لدينا حاجة أن المقر الذي نعمل به ولعل بعضكم يعرف هذا المقر المقر موجود في ركم الدين مقابل مشفى ابن النفيس قريب هيئة تخطيط الدولي هذا المقر صغيرا في حاجة كبيرة لتوسعة هذا المقر الحمد لله هيا الله تعالى بأن اشترينا شقة إضافية قريبة إلى الشقة التي هي مقر الجمعية فاجتمعت الشقتان لتكون مقرا أوسع وأكبر الحقيقة شراء هذا المقر كان انطلاقته بحسب دراسة مجلس الإدارة من أمرين اثنين الأمر الأول أننا حافظنا على الكتل النقدية الموجودة في المصرف لصالح الجمعية ذلك لأن الأزمة كما تعلمون نسأل الله عز وجل الفرج للبلاد والعباد مع لطف الله تعالى الخفي ألقت بظلالها على القوة الشرائية للعملة فعندنا كتلة نقدية كانت موجودة في المصرف فرأى مجلس الإدارة أن يشتري هذا العقار محافظة على هذه الكتلة وقوتها الشرائية من جهة وأيضا لأن أعمال التدريب في الجمعية باتت بحاجة إلى توسعة هذا المقر تم شراء هذا المقر خلال هذا العام أو مقر إضافي ألحق بالمقر الأول أيضا بدأت الجمعية وضعت المخطط الأولي للمركز الأكاديمي للتأهيل والتدريب المهني نحن عندنا مشروع استراتيجي هو مركز أكاديمي للتأهيل والتدريب المهني أخوة كرام قدموا لنا خمسين دنوم مجموعين مع بعضهم البعض قدموا لنا خمسين دنوم في منطقة خيارة دنون جنوب مدينة دمشق من أجل أن ننشئ عليها هذا المركز والمتخصصون في الجمعية بالتعاون مع متخصصين أنشأوا المخطط الأولي لهذا المركز الذي نسأل الله عز وجل أن يعيننا أن ننشئه بخطة استراتيجية الحياة خلال سنوات يكون هو مقرنا الكبير لتأهيل وتدريب المستفيدين والمستفيدات خلال العام الماضي دربت الجمعية أكثر من 200 متدرب ومتدربة أظن 206 الرقم بالضبط بعض هؤلاء المتدربين والمتدربات تلقى دورة تدريبية واحدة بعضهم دورتين بعضهم ثلاثة بعضهم أكثر بحسب احتياجاتي وبحسب إمكانياتنا مجموع ساعات التدريب التي قدمتها الجمعية للمتدربين مجتمعين 14 ألف ساعة تدريب هذا ملف التدريب كان مقرونا ببعض المساعدات المالية والعينية لبعض أسر المتدربين أو من يلوذوا بهم هذا ملف أيها الإخوة الآن هذه الأزمة التي عصفت ببلدنا دعتنا مجتمعين وبشكل إسعافي مجلس الإدارة تدارس فيما يخص هذه الأزمة ولابد أن نساهم ونفعل شيئا والجمعية مطلوب إليها أن تفعل شيئا فالحقيقة أطلقت جمعية البركة حملة اسمها حملة البركة لمساعدة الأسر الوافدة والمتضررين بدأنا في هذه الحملة قدمت إلينا أول مئة أسرة ثم تاني مئة أسرة ثالث مئة أسرة رابع مئة أسرة خامس مئة سادس مئة سبعمائة أمئة ألف الآن نحن سجل عندنا من الأسر إلى اليوم ألف وأربعمائة وخمسين أسرة الجمعية تقدم لكل أسرة من هذه الأسر طبعا بعد الدراسة وبعد التحقق وبعد أن يخرج أخوة كشافة إلى مواقع هؤلاء الناس ويتأكدوا من الثبوتيات اللازمة الجمعية تقدم لكل أسرة من هذه الأسر قريب العشرة آلاف ليرة سورية قسم من هذا المبلغ يستلمه نقدا من أجل مساعدته في دفع أجار البيت الذي يسكن به والقسم الآخر يأخذ وجبات غذائية من الموني وجبة موني وإذا عنده أطفال يأخذ أيضا حليبا للأطفال وبعض مواد التنظيف يعني على التقريب الأسرة تكلفنا عشرة آلاف ليرة سورية إذا كنا نتحدث في 1450 أسرة إلى اليوم فنحن نتحدث بـ 14 مليون ونصف في كل شهر ذلك لأن الأسرة التي تتكفلها الجمعية تستمر معها إلى أن يعني تعود هذه الأسرة إلى مكان عملها أو نسأل الله عز وجل إلى أن تنتهي هذه الأزمة يا أيها الإخوة نحن مستمرون بكم ومعكم إن شاء الله تعالى والأيام القادمات بإذن الله تعالى فيها خير كبير وتحمل بشائر بإذن الله لأنه بعد كل محنة منحة وبعد كل شدة شدة وبعد كل بلية عطية وإن مع العسر يسرى وبالله ما تعاوننا مع بعضنا البعض وما تضافرنا مع بعضنا البعض وما تكاتفنا مع بعضنا البعض أعاننا الله عز وجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخي نحن في العام القادم نطمع بإذن الله تعالى في مجال التدريب إلى تدريب 500 متدرب 500 متدرب المتوقع بأننا بحاجة إلى 10 ملايين ليرة سورية لأمور التدريب وملحقاتها هذا في مجال التدريب في مجال حملة البركة لدعم الأسر المتضررة كما سمعتم أيها الإخوة 14 مليون ونصف في كل شهر إذا أردنا أن نغطي هذه الأسر كاملة وفي كل يوم تسجيل نحن ما زلنا نسجل هذه الأسر ونتحقق منها في كل يوم تسجيل الإخوة القائمون على التسجيل يقولون هناك 30 أسر جديدة تسجل إذن نحن بحاجة لأمر التدريب إلى هذا المبلغ 10 ملايين على مدار العام وبحاجة إلى موضوع الحملة ما لا يقل عن 15 مليون على التقريب في كل شهر فأعينونا أعانكم الله في صحيح البخاري ومسلم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي العمل أفضل قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله قال أرأيت إن لم أفعل فإن لم أفعل قال تعين ضائعا أو تصنع لأخرق تعين ضائعا يعني ذا ضيعة يعني ذا فقر ذا عيال ذا أناس يضيعون ما يستطيع أن يكفلهم تعين ضائعا يعني ذا ضيعتين أو تصنع لأخرق يعني إنسان لا يحصن الصناعة تعلمه كيف يصنع وتكون معه قال يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل قال تمسك شرك عن الناس فإنها صدقة تتصدق بها على نفسك اللهم إنا نسألك لبلدنا هذا فرجا قريبا غير بعيد وعاجلا غير آجل وعاما غير خاص فرجا تجبر به بخاطر كل كسير فرجا محفوفا بألطافك الخفية آمين 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 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا